ننتقل إلى الأوضاع في اليمن حيث بدأت عملية الفيصل بقيادة قوات التحالف التي تقوده المملكة العربية السعودية ودعم كبير من القوات الإماراتية لتطهير جيوب وأوكار عناصر تنظيم القاعدة في وادي المسين من خلال ثلاثة محور أساسية وبإسناد جوي مكثف قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وبدعم كبير من القوات الإماراتية بدأت اليوم عملية الفيصل العسكرية لتطهير وادي المسين في محافظة حضرموت جنوبية البلاد والتي حققت نجاحا استراتيجيا يتمثل بقطع خطوط الإمداد وتهريب الأسلحة من قبل عناصر تنظيم القاعدة حيث تشكل هذه العمليات مهمة تطهير شاملة للمعاقل والمخابع التي يستخدمها التنظيم لتنفيذ عملياته الإرهابية العملية التي يقوم بها القيش الوطني بدعم من قوات التحالف العربي هي عملية ناجحة يستهدف بها قطع وكار تنظيم العناصر تنظيمات الإرهابية مثل تنظيم داعش وتنظيم القاعدة هذه قطع خطوط الإمداد ملاحقة هذه العناصر في وادي المسن وفي غير ما جوارها من المناطق لتطهير محافظة حضرموت بالكامل من عناصر تنظيم القاعدة إرساء الأمن والاستقرار البدء بإعادة البناء إعادة الإعمار نشر الأمان والإطمئنان للمواطن اليمني مصادر عسكرية قالت أن قوات النخبة الحضرمية المسنودة بالقوات الإماراتية انتشرت بشكل لافت لليوم في المنطقة واستحدثت عددا من الحواجل العسكرية لإغلاق الوادي وقطع الطرق على التنظيم ومحاصرته والقضاء عليه وسط تغطية جوية كثيفة مستمرون بعزمة الرجال وكل الانتصارات تعطينا دفع قوية دفع قوية لأن مشروعنا مشروع وطني الحرية الدموقراطية بناء جيش وطني بناء دولة إنهاء الانقلاب كل ذلك يعطينا دافع نحو المضي نحو التحقيق أهدافنا وعلى صعيد المواجهات مع ميليشيات الحوذي الإيرانية قتل أربعون قياديا للميليشيات في جبهتي حرض وميدي في حجة فيما حققت مدفعية الجيش الوطني إصابات نوعية في صفيف المتمردين الحوذيين في الأحياء الشمالية والغربية في ميدي والجراحي على الساحل الغربي وفي تعز تصدى الجيش الوطني لهجوم لميليشيات الحوذي الإيرانية في جبهة الأحكوم جنوب شرق المدينة ودارت اشتباكات عنيفة قتل على إثرها 13 من المتمردين الحوذيين العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني في وادي المسيني بحضر موت تؤكد واحدية المسار في محاربة المتمردين الحوذيين وتنظيم القاعدة الإرهابي وهما وجهان لعملة واحدة لأخبار الدار محمد طاهر تعز ترجمة نانسي قنقر